شهد سوق المزارعين إقبالا كثيفا على المنتجات الوطنية المزروعة في مزارع مملكة البحرين ويشكل السوق بوابة لتشجيع المنتج المحلي وجعله قادرا على المنفسة في الأسواق منذ ساعات الصباح الأولى توافد المئات من الزوار إلى سوق المزارعين وسط أجواء مليئة بالبهجة لتواجد منتجات محلية مزروعة في البحرين حيث بات السوق يشكل ضرورة ملحة لهم في تقديم أفضل المنتجات المحلية ذات الجودة العالية أنا أبيع الحمد لله الكيل، الفجل، الحندبان، البروكلي، السرلي، الفجل الأحمر، الخضرة بأكملها النعناع، الرويد، الخيست كل الأصناف عندي موجودة من الفيل، من جزر نوعين، من باباي، كل شيء عندي موجود لله الحمد والمياه أستخدم المياه آبار توازية وليس مياه معالجة طبعاً جميع الخضروات محلية مزروعة في البحرين والسوق ما شاء الله خلت الناس تعرف أن البحرين ينزرع فيها أشياء واجد قبل كلها فبالها أن الأشياء المنتوجات مو موجودة تنزرع في البحرين الحمد لله السوق خل المقيمين والبحريني يعرفون عن الإنتاج البحريني الإغبال الكبير على السوق شكل دافعاً رئيسياً نحو استمرار المزارعين على مدى السنوات الماضية في تقديم أنواع جديدة من الخضروات تلبية لطلبات الزبائن هذا من نشاطاتي المفضلة، يعني كل أسبوع الحقيقة أشري في الخضروات التازجة والجيدة أتعنى وأخطف أنظاري لكل ما هو جديد لتكون صلاتتي جميلة من إنتاج المزارعين البحرينيين أنا من الأسر المنتجة أجي السوق أسبوعياً خضرة الآتشارات أخلها كلها من عند المزارعين مال السوق مو بس اليوم بعد، باقي أيام الأسبوع أتواصل إياهم مزارعهم أروح ليهم واخلهم الخضرة حق الآتشار أفضلها البحرينية لأنها أقوى من اللي جي من بره طبعاً سوق المزارعين من الأسواق البحرينية المميزة واللي شدني إليها طبعاً أول شيء كون العاملين فيها أول شيء كلهم بحرينيين رقم اثنين أن المنتج بحريني فمهم جداً نحن نشجع المنتجات البحرينية ونفتخر فيها ونعتز فيها أن يكون في بلدنا مثل هذه المنتجات المتنوعة هذا السوق المتكامل شكل مضلة لالتقاء المزارعين البحرينيين في مكان واحد كما أصبح محفزاً على التنافس في تقديم الأفضل فضلاً عن إسهامه في تحقيق الأمن القذائي النسبي بالمملكة هذا الإقبال الكثيف منذ ساعات الصباح الأولى على سوق المزارعين يؤكد على حرص الزوار على انتقاء المنتجات الوطنية المزرعة في مملكة البحرين والتي تتواجد تحت مضلة واحدة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين